طبعا معاني النائب سيد أحمد ديابي رحب بك معانا في شاشة قناة النادي الآخر أهلا بك متشرف نكون على قناة النادي الآخر حدث طبعا كبير واهتمام من كل جمهور الكرة في الوطن العربي أكيد مش مصر فقط النهاردة قرعة الدوري لموسم الجديد يعني الحدث كله أنتو القرعة غير موجهة صح كده أنتو كنتم متعمدين ده إحنا بقلنا سنتين الحقيقة دي ثالث قرعة من يوم انتخاب الرابطة ما عندناش ولا قرعة عملت موجهة وكلها كمبيوترائز ودي ثالث سنة فإحنا مكملين دوري النير السنة دي إن شاء الله هيكون بشكل مختلف في ايدنتي وهوية بصرية جديدة على قنوات أون عملنا تعديلات كتير في لايحة المسابقات واستلمتها الثامنة النادي عندنا تغيرات مع لجنة الحكام كل الوسائل أو العناصر اللي بتأدي التطور الدوري وارجوعنا للمكانة اللي تستحقها الأندية المصرية والكرة المصرية شغالين عليها إن شاء الله جاي يكون خير طيب ما نفعش تكون معي وما سألكش عن عودة الجمهور يعني هل ممكن نشوف جمهور السنة دي؟ إن شاء الله هنشوف الجمهور الجمهور هو أعظم حاجة في كرة القدم حلمنا كربطة من يوم انتخابنا هو عودة الجمهور للأسف عدينا بأحداث كتير الواحد مش عاوز يفتكرها ولكن احنا تم انتخابنا في الربطة وكان اللي بيحضر في الدوري خمسين فرد الحمد لله احنا معانا دوقتي حد أدنى عشر تلاف مقدمين مشروع لنصف الساعة الاستعباية في الدور الأول وتبقى الساعة كاملة مع الدور الثاني كلنا ثقة وأمل في مؤسسات الدولة المصرية وقواتنا المسلحة وزارة الداخلية والأمل ده جاي نتيجة دعمهم للكرة المصرية وللأنداء المصرية فان شاء الله عودة الجمهور ده حلم مش هنسيبه من ايدينا إلا أنه هتحقق ان شاء الله طيب انتظام المسابقة ذات نفسه يعني احنا بنبقى في بداية السيزون شايفين جدول ثابت بعد كده بتحصل بعض المتغيرات بتحصل المتغيرات تبقى للمشاركات ولكن المتغيرات اختلفت احنا الموسم اللي فات اي تأجيلات تمت تمت بموجة بالليحة لأن كان فيه كريتيريا للأندية المشاركة في البطولات القرية والأفريقية مفيش مطش تأجل إلا بموجة بالكريتيريا اللي كانت في الليحة السنة دي غيرنا هذه الليحة تبقى لمتطلبات الموسم ده لأن فيه توقفات كتير ومشاركات كتير فحددناها بشكل مختلف شوية وان شاء الله هنخلص الدوري في تلاتين سبعة مش عاوزين حد من الأندية يزعل مننا لأن في الآخر أمانة الإدارة وتطبيق الليحة على الجميع هو لصالح الجميع والصالح المسابقة والصالح الكرة المصرية ان شاء الله بنتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية اللي بتمثل مصر واللي طبعا من أكبرهم النادي الأهلي اللي دايما بيحق لنا بطولات تضيف للكرة المصرية ان شاء الله يكون موسم موفق لجميع الأندية بإذن الله طيب أزمة التحكيم يعني احنا أو يعني بنشوف بعض الغضب أحيانا من التحكيم أو الأداء التحكيمي في بعض المباريات الأمر ده ممكن يقل السيزون ده ان شاء الله زي ما أعلننا وكان موجود نهاردة رئيس لجنة الحكام ومدير الشركة الفار في الميدل إيست احنا عملنا تعديل نتيجة الاجتماعات اللي فاتت ان الفرجن بتاع الفار السندي عندنا هو 2.8 وده فرجن بيتلاعب به في 3-4 دوريات في العالم وإحنا هتلاعب به السندي رئيس لجنة الحكام أعلن 36 حكم هيديروا دوري نيل السندي أعتقد أن التغيرات دي هتفيد منتظرين منهم أكيد هيبقى فيه أخطاء لأن التحكيم في الآخر ده عمل بشري ولازم ضمن عناصر كرة القدم هي أخطاء التحكيمية اللي يعنينا أن الأخطاء ما تكونش متكررة ولا متعمدة وإن شاء الله تكون تجربة مستر بريرة مفيدة وإحنا إن شاء الله في ظهر التحكيم المصري لصالح كل الأندية بإذن الله استحداث الجوائز بقى يعني شفنا جوائز جديدة السيزون ده كلمنا عن الفكرة إحنا السيزون ده عندنا بلان عملنا الدرع إن شاء الله هيتسلم الدرع الجديد عندنا حفلة كبيرة لتسليمه البطل النسخة دي من الدوري عندنا الجوائز للعبين عندنا إطلاق الويب سايت لأول مرة في الكرة المصرية يوم 18 بإذن الله اللي هيكون عليه كل الحاجات الرسمية للربطة وللأندية كلها خطوات في التطوير وإن شاء الله تكون خطوات تؤتي بسمرها ودايما تفضل الكرة المصرية في المكانة اللي تستحقها بإذن الله أخيرا بقى عشان مشتول عليك أنا عارفة توقعتك لمباراة السوبر الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله تكون بطولة جديدة تضاف للنادي الأهلي ولكرة المصرية إن شاء الله شكرا شكرا شكرا